يعيش المواطن الثمانيني أبو سليمان حياة صعبة حيث لا معل له ولا صقف منزل يأوي إليه سوى خيمة متهالكة لا تقيه حر الصيف ولا برد الشتاء الفقر في أوطاننا غربة والمال في الغربة أوطان هذا لسان حال الحاج أبو سليمان الذي شقت الخيمة والبرد خطوط العمر في وجهه وأكل الفقر من صحته يعيش على الخبز وما يجود به المحصنون في مأواه المهترئ الخالي من أدنى مقاومات الحياة لم تشفع له الثمانون عاماً أمام أبواب وزارة التنمية الاجتماعية عندما ذهب إليها يطالب المساعدة ورجع خائباً يجر شيبه وكسرة قلبه أنا ودي منها تساعدني سولي ده وسولي نحل أقعد فيه وتكنني الريح والمطر والجاد كمان نفس الشي نفس ما يكنني المطر ودي منهم برضو مساعدة كمان الجاد وكل شيء منهم من الدولة كل شيء الدولة كل شيء أي نعم عندما سئل أبو سليمان عن مطالبه لم تتجاوز إجابته حدود المأكل والمأوى التي هي حق ومن أساسيات حياة أي إنسان حال أبو سليمان يمثل كثيراً من القصص المختبئة وراء الجدران والتي يقتلها الفقر والعوز والتعفف والسؤال هنا متى يموت الفقر في أوطارنا؟ حالي بيجيبوها لجواب لي وأكل مني ما جابوا شيء من الجنديل